لما مصر عملت عام الشباب ما كانش كلام وبس كان فيه خطة واضحة علشان يحصل تطبيق عملي احنا النهاردة معانا نموذج عملي وواقعي لفكر التمكين وتأهيل الشباب خصوصا في المحليات كان فيه مبادرة في بني سويف اسمها تأهيل وتمكين المبادرة دي شارك فيها 46 شاب وشابة وبعد اكتياز مراحل التدريب تم اختيار واحدة من المتدربات وهي دكتورة اسماء مجدي وبالفعل تعينها كنائب رئيس مركز ومدينة بني سويف المصطفى حاجة مهمة وحاجة جميلة جدا وحاجة مشرفة ان يبقى فيه تأهيل وتدريب للشباب ويكون ايضا فيه مبادرات لاستعاب هؤلاء الشباب اللي تم تأهيله لان هو يمسك عدد من المناصب القيادية وبنشوف ده في محافظة بني سويف وبنشوف ده في عدد كبير من المحليات خلينا نشوف التجربة دي ونرجع وراتنا لحضر في بني سويف تم تنفيذ مبادرة لتمكين الشباب بمختلف القطاعات تحت عنوان تأهيل وتمكين المبادرة شارك فيها حوالي 46 شابا تم تأهيلهم في العديد من المجالات والتخصصات مثل القانون والإدارة والأمن القومي والتواصل الفعال ومكافحة الفساد والاقتصاد والمساءلة الاجتماعية وإدارة الأزمات وذلك عن طريق المحاضرات والجولات الميدانية وفي مقدمة ثمار المبادرة نجحت الدكتورة أسماء مجدي المشاركة بالمبادرة في تولي منصب نائب رئيس مركز ومدينة بني سويف بعد نجاحها في إثبات قدرتها وبعد أن اكتازت كافة التدريبات ضمن المبادرة وتأهيلها قرار التعيين جاء بعد عدة مراحل للتدريب والاختبارات والعمل كمتطوعة لرؤساء المدن والقرى وتولد أسماء العمل كمتطوع لرئيس الوحدة القروية بقرية بياض العرب وبعدها مساعد متطوع لرئيس مدينة بني سويف وبعد إثبات قدرتها في العمل خلال تلك الفترة تم نقلها من محل عملها الأصلي للعمل رسميا كنائب لرئيس مدينة بني سويف بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وتحرس أسماء على المشاركة مع باقي نواب رئيس المدينة في الملفات والمهام التي يسندها إليهم رئيس المدينة بجانب المرور على الوحدات القروية التابعة لدائرة المركز ومتابعة سير العمل وحل مشاكل المواطنين